طيب دكتورة غايدة يعني طريق أسلوب عرضك المنضبط ده ده بسبب أنك اشتغلت في منظمات دولية كتيرة والحقيقة ده جزء من أدواتها ولا بسبب أن والدك أستاذ قانون مش عارفة تقولي الإنسان بيبقى حصيلة دراسته وتربيته وتجاربه ومهنته يعني لو تلاحظوا كانت أقولك إيه مش عارفة إيه محل الوقع يعني في يعني عمتا يعني وزراء التضامن ما بيكلموش باللغة القانونية دي لا هي إحنا أنا كنت يعني بتطلع كل شوية على تقارير يعني أنا طول الوقت أنا لما بتابع مع الزملاء اللي بيشتغلوا فرق التدخل السريع ودي فرصة أن أنا الحقيقة يعني أحييهم وأشكرهم لأنهم شباب جميل أنا بقول هو ده الورد اللي فتح في وزارة التضامن شباب بينتشر بسرعة جدا متحمس جدا وبعدين أنا محدش بيحكي لي حكايات يقول لي إيه اللي بيحصل ويصور لي بيبعات لي الصورة يعني يتصوروا هم هناك مع علشان كده صورة الولد مع الست اللي بتتكلم معاه في المكان أنت اللي مصورين آه لأ هم بيصوروا بيبعاتوا لي على طول آه ما ينفعش تاخدي كل الحاجات لازم تبقى معثقة بالصورة وفي المكان اللي هم فيه طيب مرة تانية ده عشان خبرتك في التعامل مع منظمات دولية كتيرة عشان خبرتي في التنمية نحن تشغلت في التنمية شغلي في التنمية وشغلي مع مؤسسات مجتمع مدني وشغلي طول حياتي في الميدان أنا اشتغلت كتير قوي أنا لفيت مصر كلها آه بس دايما بيبقى فيه انطباع كده أنه الوزيرات الخارجين مدارس لغات اللي اشتغلوا في الأمم المتحدة اللي اشتغلوا مع منظمات دولية يعني بيقولك إيه مش مشمرين عن السواعد يعني هواني مش قوي لا أنا بشتغل بإيدي وبشتغل اشتغلت في السعيد وكان عندي مكاتب دائمة في السعيد ولفيت مصر كلها من أقصاري إلى أقصاري تأيك